بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم ومرحبا في صحبة حلقة جديدة من برنامجكم لغة القرآن على شاشتكم الأثيرة المفضلة قناة الناس مشاهدي الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى عن تلك الفئة من الفقراء المحترمين المكرمين القنوعين المتعففين المتسامين الزاهدين فيما في أيدي الناس تعرفهم بسيماهم يعني أنت لا تلتفت إليهم أيها المخاطب من المخاطب بقوله تعرفهم بسيماهم الرسول هذا أولا ومن وراء الرسول كل إنسان ذي قلب ووعي وعقل إلى يوم القيامة تعرفهم أيها الإنسان بسيماهم ليس بأصواتهم ولا بمد أيديهم ولا بشيء يتخذونه وسيلة لاستدرار عطف الناس بصورة مشمئزة تبرز الوطن في مظهر غير لائق إذ يراهم مسافرون وسائحون وأجانب فتصيب الوطن بهم معرة ومسبة السؤال يجوز ومتاح ومباح في حالات عددها الإسلام الحبيب لكن للسؤال آدابه وللسؤال أخلاقه وللسؤال ضوابطه وللسؤال أساليبه الراقية المهذبة التي لا تجرح كرامة الوطن ولا تخجل المواطن المسؤول فربما خرج لقضاء شيء من جوار بيته ولا نقود معه أنت أيها السائل بإلحاحك وبإلحافك وبتتبعك للمسؤول تجرحه وتحرجه وتؤذيه كن لطيفاً في سل إذا كنت من أهل السؤال سل لكن بلطف برقي بأخلاق بترفع لا تنزف كرامتك يا أخي ولا تنزف دماءك ولا تنزف إنسانيتك ولا تجرح المسؤول لا تحرجه لا تخجله لا تجعله يعرق تعرفهم بسيماهم وأنت أيها المسؤول كن فطناً كن لبقاً كن حساساً كن لماحاً كن ذا شعور رهيف حساس تشم حاجة أخيك وإن لم يصرح تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يبقى هم وصفهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وصفهم كمان لا يسألون الناس إلحافا إذن فكيف نعرفهم نعرفهم بسيماهم بحالهم الذي ينطق دون أن تتكلم أفواههم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون لا يجرحون لا يخجلون لا يصيبون المسؤول بما يجعله غارقاً في عركه لأنه ليس معه ما يعطيه فاصل ونواصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لاحظ أيها المشاهد الكريم لاحظ أيها المشاهدة الفاضلة أن الله تعالى يقول عنهم لا يسألون الناس المجتمع مجتمع التعددية ليس مجتمعاً مغلقاً على المسلمين فقط ولا على المسيحيين فقط أبداً المجتمع متعدد الطواقف والإسلام يتسع صدره للتعددية بكل ما تحمله الكلمة من معنى يعتبر الإسلام الناس وإن تعددت مشاربهم الفكرية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية واللغوية يعتبر الإسلام هؤلاء جميعاً ناساً إخوة في الإنسانية فالسائل حين يسأل لا يشترط عليه أن يخرج بطاقته ليقول الناس إني مسلم ولا أن يطلب إلى الناس أن يعطوه بطائقهم ليرى أنهم مسلمون من ملته إنه يسأل الحاجة والحاجة مسموح له أن يسأل أي من يراه من الناس بصرف النظر قد يكون السائل مسلماً يسأل المسلم ويسأل المسيحي يسأل كل من يجده لا غضادة على ذلك لا يسألون الناس الحافة يعني مسموح للسائلين أن يسألوا جميع الناس دون نظر إلى فئة أو دين أو ثقافة أو أيديولوجية أو عرقية وما إلى ذلك لا يسألون الناس كأن دائرة السؤال التي لهم أن يتحركوا فيها دائرة هي أوسع الدوائر لكن لهم أن يسألوا كل الناس ليس ذلك ليس ممنوعاً عليهم أن يسألوا أحداً معيناً لكن بأسلوب معين ليس فيه إلحاح وليس فيه فرض للنفس وليس فيه جرح لمشاعر المسؤولين وليس فيه إحراج للمسؤولين وليس فيه إشعار المسؤولين بأن السائل عبء ثقيل على أكتافهم أو على نفسياتهم لا يسألون الناس إلحافاً الإلحاف هو الإلحاح لكنه أخف من الإلحاح بدرجة أو درجتين فإذا كان الإلحاح الممل عند درجة تسعة من عشرة فالإلحاف لا يكل عن سبعة من عشرة يبقى الإلحاف أقل من الإلحاح طب إذا كان الإلحاف اللي هو الأقل ممنوع على السائل يبقى الإلحاح بقى هو إيه أكثر منعاً إذن هذه الجملة تفيد أنه يجب على السائل أن يكون لطيفاً وأن يكون خفيفاً وأن يكون ناعماً وأن يكون أملساً وأن يكون رقيقاً وأن يكون ليناً هيناً وأن لا يؤذي المسؤولين بإلحاحه وحرصه وشدة تتبعه لهم وبطريقة تشعرهم بأنه عبء ثقيل على كاهله أو على نفسيته لا يسألون الناس إلحافاً هذه الجملة هي السبب في قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لماذا يظنهم الجاهل أغنياء؟ لأنهم بسبب تعففهم وبسبب أنهم لا يسألون الناس إلحافاً فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم نأتي إلى التذييل إلى التتويج إلى ما يلخص ما مضى أو إلى ما يبشرنا بالثواب على ما مضى وبعاقبة ما مضى فيقول الله تعالى يخاطبنا نحن فعلة الخير نحن المكلفين بأن نعول إخواننا من هذا النوع من الفقراء فيقول وَمَا تُنْفِقُوا بِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ هذا الكلام بهذا الرصف الأسلوب تشكيل الأسلوب بناء الأسلوب بهذه الطريقة وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ ما بيقولش وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ وَلَا بيقولش فالله يعلمه وَلَا بيقولش الله يراه الله يسجله الله يجازيكم الأول هو المعنى بتاع الآية بتاع التزيل دي وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ عَلِيمٍ يعني إيه؟ المراد مش إنه يفهمنا أنه عليم بما ننفق لأ ده المنطوق المنطوق أن يبين لنا أنه عليم بما ننفق لكن المفهوم المراد الرسالة المراد توجهها لنا إيه؟ إنه ربنا يترتب على علمه بالنفقات اللي بننفقها إيه؟ إنه يجازينا عليها خير يبقى هو عاوز يقول ما تنفقوا من خير فالله يجازيكم به من خلال علمه حلم طيب وما الآل فإن الله به عليم ليه؟ لأنه يترتب على العلم ترتباً تلقائياً أنه سيجازينا به من فضله حلم الأسلوب خرج فيه أسلوب شرط وما تنفقه من خير ما ده أسلوب شرط فإن الله أبيه عليم ده جواب الشرط طيب بناء الأسلوب بتاع الشرط ده يفيد إيه؟ يفيد ارتباط الجواب بالشرط في صورة قانون وناموس زي ما قولك إيه؟ ما تفعل تجده مسجلاً عند الله مرتبط يترتب علم الله وسواب الله على الإنفاق على ما تنفقه ثواب الله على الإنفاق يترتب على ما تنفقه مرتبط به ارتباط جزاء وجواب بالشرط حلم إذا أفسرت قانون إذا من ضمن القوانين الحاكمة التي توجه سلوك الناس وما تنفقه من خير فإن الله به عليم حلم طيب تنفقه تفيد إيه؟ تفيد تعدد أوجه الخير لأن تنفقه مأخوذ من الناس قاء وهو جحر اليربوع اليربوع حيوان يدخل النافقاء ده له باب هنا وباب هنا وباب هنا متعدد الأبواب كذلك الإنفاق متعدد الأبواب من خير يفيد أن الشيء الذي ننفقه ينبغي أن يكون الخير مش الرديد مش المعطوب مش الجنيه الأديم لأ أحسن حاجة من خير تنكير خير للتعظيم فإن الله به عليم ده جواب الشرط فيه إن للتأكيد ولفظ الجلالة للمهابة والعظمة وتقديم به على عليم لإفادة خصوصية العلم به تنبيها على أهميته وصيغة عليم صيغة مبالغة تفيد إعاطة العلم وشمول العلم أيها الإخوة المشاهدون الكرام أيها الأخوات المشاهدات الفضلية إلى هنا نصل للشاطئ الآخر من الحلقة إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله تحياتي إلى حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة